الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله حواري النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن قال له النبي في يوم أحد كما قال لسعد بن أبي وقاس فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي وقالها له في يوم الخندق فداك أبي وأمي وقد شهد كل الغزوات مع رسول الله وهو فارس المسلمين في يوم غزوة بدر قال الزبير لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا وكنت حاضره ولم إلا وكنت حاضره ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره يعني ما تخلف عن أي غزوة ما تخلف عن أي سرية وكان في المقدمة بطل الإسلام رضي الله عنه وأسلم هو الآخر وهو صغير سيدنا علي أسلم وعمره سبع سنين الزبير بن العوام أسلم وهو عنده عشر سنين يعني الفارق في العمر بن سيدنا علي وسيدنا الزبير ثلاث سنوات وكان أول من حمل السيف في سبيل الله سمع ضجة في الحرم ما الخبر كفار مكة يضربون محمدا فأخرج سيفه من غمده وانطلق به يريد أن يقتل من تعرض لرسول الله فاستقبله النبي في طريقه إلى أين يا زبير ما لك قال أخبرت أنك أخذت قال لقد ردهم أبو بكر فإن أخذوني فما كنت صانعا قال كنت أضرب به من أخذك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه هذا رواه أبو نعيم في الحلية وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء يخوانا في غزوة اليرموك سدن علي ضرب رومي من جند الروم بالسيف على رأسه فأخذ نصف شقة شوف القوة شوف الدرع اللي لبسه الفارس والزرد السلاسل الحديد والخوزة اللي هي فيها كم كيلو دي والسيف اللي فيه كم كيلو لأه راكب على فرس بيجري بيه وبيضرب دول كانوا أبطال في غزوة في معركة اليرموك ضرب واحد من جند الروم ضرب على دماغه أطع بيه لحد نصف شقه فقال أحدهم ما أعجب سيفك يا زبير إيه السفل ماضي ده قال يا هذا لا تقل ما أعجب سيف الزبير ولكن قل ما أعجب اليد التي تحمل سيف الزبير الله هو السلح بيحارب لوحده العجب من هذا البطل الذي فعل هذه الأفاعيل بأعداء الإسلام الرومان رضي الله عنه قالت عائشة يوما لابن أختها أسماء عروى بن الزبير بن العوام كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح رواه مسلم تقصد الصديق جد عروى لأمه وتقصد الزبير والد عروى وذلك لأن النبي انتدب بعد غزوة أحد بساعات في الصبح انتدب سبعين فارسا لمطاردة جيش مكة بعدما وقع بالمسلمين ما وقع في أحد لما سمع أن أبا سفيان يفكر في العودة فكان من السبعين بطل رغم الجراحات رغم القرح الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا في مغامرة استشهادية لمقابلة جيش مكة كان منهم أبو بكر وكان منهم الزبير بن العوام وفيهم نزل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح كان الزبير بطل في يوم أحد قتل حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري فسر النبي بقتله ورفع النبي صوته بالتكبير وكبر المسلمون لتكبيره وكان طلحة ابن أبي طلحة العبدري من أبطال مكة طلب أرض وقوة وفروسية ولعب بالسيف فدعا الناس للمبارزة فأحجم كل الناس عنه لشدة بأسه وخرج له الزبير قال النبي لو لم يبرز إليه إلا الزبير لبرزت أنا إليه لما رأيت إحجام الناس رواه ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في المغازي قتل حامل لواء حامل الراية هراية الكفار في أحد فاستلم الراية من بعده ولده كلاب ابن طلحة فقتله الزبير أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير في يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم خد بالك الخندق الأحزاب عشر تلاف كافر بحصر المدينة اليهود في المدينة غضروا بالمسلمين اشتد الحصار والجوع ربطوا الحجارة على بطنهم في برد رهيب شديد قال النبي من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا قال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا قال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري يعني ناصر وحواري الزبير وإن حواري الزبير وإن حواري الزبير هذا رواه الشيخان في الصحيحين أشاد النبي بشجاعة وبطولة الزبير في يوم الأحزاب ثم لما سمع عن غدر يهود بني قريضة في يوم الأحزاب قال من يأتيني بخبر بني قريضة قال الزبير أنا فانطلق الزبير في جمع قليل من الفرسان حتى وصلوا إلى حصون بني قريضة اليهود وتيقن أنهم غدروا ونقضوا العهد وأخبر النبي بالخبر فجمع النبي له أبوي وقال فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي رواه البخاري في صحيحه وفي فتح خيبر قتل علي قائد وبطل يهود خيبر مرحب وقتل الزبير بن العوام ياسر أخو مرحب فيسر المهمة على سيدنا علي في اقتحام الحصن رضي الله عنه وفي فتح مكة كان قائداً على الفرسان على الميسرة من جيش المسلمين وبعد الفتح جاء الزبير والمقداد بن الأسود وهو من أبطال الصحابة أيضاً جاءوا بفرسيهما إلى رسول الله فمسح الغبار عن وجهيهما بثوبه ثم قال إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمة فمن نقصهما نقصه الله هذا ذكره ابن سعد في الطبقات وفي يوم حنين كان من الذين ثبتوا مع رسول الله يوم أنفر جم غفير من الناس قال الناس للزبير في يوم اليرموك خد بالك الرومان مئتين واربعين ألف مقاتل الصحابة تلاتين ألف مقاتل يعني بقانون الأسباب هذا انتحار قال الناس بعض الفرسان الشجعان للزبير في يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فقال إني أخشى إن شددت كذبتم انتم مش تقدروا علنا نقدر عليه احنا عشر فرسان أبطال نهجم على جيش الرومان لحد ما نشق الصفوف ونقتل من اعترضنا ونجرح ثم نرجع قال أخشى إن شددت أن تكذبوا يعني لا تستطيعوا أن تشدوا كمثلي قالوا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا حتى لحق بجيش المسلمين مش ممكن ينطلق لا يستقبله رومي إلا قتله أو جرح لحد ما شق بالطول جيش الرومان ثم عاد مرة أخرى حتى لحق بجيش المسلمين والحديث رواه الإمام البخاري وممن برزت بطولتهم في يوم اليرموك سدن عكرمة وقد رزق فيها الشهادة وبايع مع بعض الصحابة على الموت وقاتلوا قتالا شديدا حتى ماتوا عطاشا كلما جاء خالد بشربة الماء إلى من يطلبها ويهم بشربها يسمع الآخر يطلب شربة ماء فيقول أعطيها لفلان وأنا أصبر فمر على العشرة فلما وصل للعاشر مات عاد إلى واحد بعد واحد ماتوا جميعا يرتوون من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه المورود يوم القيامة معركة اليرموك كانت ملحمة الزبير ممن شارك في فتح مصر يعني كل مسلم مصري مطوق بجميل في عنقه للزبير بن العوام وقد أبلى فيها بلاء عظيما استعصى حسن بابليون على سيدنا عمر بن العاص فطلب مددا فبعث له أربعة آلاف قال على كل ألف منهم رجل مقام ألف وهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمة بن مخلد حاصر الزبير مع عمر حصن بابليون فلما طال الحصار قال الزبير إني أهب نفسي لله احملوني وألقوني في داخل الحصن ففعلوا فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف فتشوق المسلمون للجنة وهانت في أعينهم الدنيا وعظم أمر الآخرة فقاتلوا قتالا ضروسا على فتح الباب وفتحه لهم وانطلق المسلمون يأسرونه ويقتلونه فتحوا الحصن بفضل الله ثم بفضل الزبير ابن العوام سيدنا الزبير لم يبقى في بدنه موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمي بنبل أو طعنة برمح كل هذا في سبيل الله عز وجل مات شهيدا رضي الله عنه في الفتنة